السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها قرارات جديدة يعلنها رئيس الجمهورية قرارات بالإيقاف لقيادة في حركة النهضة نجم نقول أول قرار ضد قيدي في حركة النهضة نعرف عليش أيضا قضية المصف المرزوق لأثر جدل ويسع في تونس وكذلك في كل العالم شنوه صحيح وشنوه الغالة هذي كل بش حكيوا عليه في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان انتي أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بش توصلكم الفيديوهات القادمة خلينا نبدأ بقيس السعيد اللي فيز في الانتخابات واللي اليوم فما عدة تصريحات تجي من الناس اللي خدمت مع الحملة الانتخابية وخليني يقول كما سميها قيس السعيد الحملة التفسيرية اليوم تصريح جديد بعد عدة تصريحات لريذا لينين صديق الرئيس قيس السعيد اليوم نلقاو تصريح جديد لفوزي الدعاس فوزي الدعاس اللي هو عضو الحملة التفسيرية لقيس السعيد في الحملة الانتخابية شفنا له بعض التصريحات شفنا اسمه تجبد ايضا في فيديوهات النائب راشد لخياري النائب البرلماني المجمد راشد لخياري الي شبد فوزي الدعاس انه كانت عنده علاقات ولقائته وعديدة من اجل ايصال يعني مع المخابرات الامريكية كما قال النائب والمخابرات الفرنسية الى غير ذلك فوزي الدعاس في تصريح جديد تصريح اعليمي قال اليوم عنده ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية قيس السعيد على انه قادر انه يغير البلاد يعني بالحق وقال الدعاس اللي قيس السعيد يتعامل مع محطة 25 جوليا بمنطق القطيحة مع العشرية اللي عانى منها الشعب التونسي العشرية لسبقة يعني العشر سنين اللي فاتوا وانه ما يلزمش نتعامل معها من منطق التخوين بل التقويم يعني ما يلزم نيش نخونوا العباد ولكن نقيموا الفترة هذية نشوفوا الاخطاء شنوه وكيفاش ننجموا نصلحوا به برشا نيس علقت في الصدد هذية على انه قيس السعيد اليوم فلس البلاد واعلن افلس البلاد من خلال انه يطلب متوين سيتبرعوا طالعا شنوه النيس شنوه قالت عنا حاجتين اثنين اولا يقول لك اللي يعني النيس اللي انت قيس السعيد يعني في خطابك شق كبير من التوينسا قلت اللي هما خوانة وحشرات ومجرمين ومش عارفة شنوه راهوا كيف جيم بعد تقول اتبرعوا ولازم يكون انت سبقت خطاب توحد فيه التوينسا تكون قاعد فيه البيت الداخلي انتعتوه ناس تكون واحد توينسا بش هما ينجموا يتبرعوا مثلا هذي حاجة دونك الخطاب كان فيه معناها توجه تقسيمي بالتالي العملي هذي العديد من المتابعين يراوا اللي الدعوة هذي ماهيش بش تكون عندها يعني تأثير كبير يعني مش بش تأثر حتى بالنيس اللي بش تتبرع ماهيش بش تكون حاجة كبيرة برابور للوضعية الاقتصادية اللي احنا نعني ومنها نلقا وزيدة وانه في خطابة قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بطلب المساعدة المالية يقولك قيس سعيد يعني بعد ما خرب العلاقات مع الدول الماني حول جهة الماني حول يوم تونس في أزمة كبيرة التجأ الى الحلول الداخلية اللي هي في حقيقة الامر حلول ترقيعية خليني نواصل مع تصريح فوزي الدعاس عضو الحملة التفسيرية اللي قال اللي هو جزء من مشروع سياسي يبحث على قراءة داخل تمثيل شعبي حقيقي في ظل ديمقراطية حقيقية انطلقت منذ 2011 في إطار نسق ثوري وفي إطار إشكال جديد للتنظم نلقاو أنه قيس سعيد زادة كل مرة يعطي قرار أو يصير قرار إلا هو يهز يعني أو يزيد في شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد كما النائب عن حركة النهضة وإحالته على القضاء العسكري نحكيه اليوم على النائب بشر الشابي هو محامي نائب في البرلمان المجمد عن حركة النهضة أول قرار يخص شخصية سياسية عن حركة النهضة تم إعلان يعني عن طريق المحامي متيعه مراد العبيدي إعلان أنه تم إحالة هذا النائب على القضاء العسكري هذا اللي أكدو المحامي مراد العبيدي لقال إحالة الأستاذ بشر الشابي المحامي والنائب على القضاء العسكري بتهمة المس من معنويات الجيش الوطني على خلفية طبعا بعض التصريحات التي أدل بها الجزء الثاني من هذا الفيديو نحكيه على المنصف المرزوقي بطاقة الجلبة الدولية لأثار الجدل واسع نلقاه برشة ردود فعل نلقاه أنه ناس ترحب بهذا القرار وناس ضد هذا القرار مثلا عديد المحللين اللي يعتبروا مثلا المحلل السيسي خالي الأرقيق يقول أحسنت سيد الرئيس وأحسنت أيها القضاء بوضع حد للمنصف المرزوقي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء هذا على حد تعبيره بينما الحقوقية والمناظلة نزيها الرجيبة أيضا تتفعل مع هذا القرار وتقول المرزوقي مش مش يقع جلبه كما موقع الجلب سليم ريحي مثلا اللي صدره في شأنه بطاقة جلب دولية وغيرهم برشة مثلا نبيل القروي الموجود في الجزائر حسب آخر المعطيات المتوفرة ولكن ما جابوش متامج جلبهم تقول اللي الخبر متاع البطاقة الجلبة الدولية ضد المنصف المرزوقي في الغاية منه مش بش يجيبه المرزوقي ولا بش يشده المرزوقي ولا بش يشده في الحبس علش تقول اللي الخبر هذا والبطاقة الجلب بش تغطي على الأزمة الاقتصادية الخانقة وفراغ الكيسة نتاع الفلوس وإلحاق الجماعات المحلية بوزارة الداخلية موئنا الجماعات المحلية كنت وزارة وزارة الشؤون المحلية والبيئة كنت ومن بعد في قسمة من القسمات في معناها في إثار أنهم يقسموا الكعكة ردها وزارة الشؤون المحلية وحدها ووزارة البيئة وحدها باهلة علينا وزارة الشؤون المحلية في الحكومة الجديدة متعنج لابدا تنحات تطبع البلديات وما إلى ذلك في كلها تابعة للشؤون المحلية قد سؤال وين بش يتمشي جماعة البلديات وين بش يرجو شكون بش يرجو أعلن قيسس عيد في الأهمية الأخيرة اللي رو تم إلحاقهم بالوزارة الداخلية تقول هذي كل البطاقة الجلبة جي بش تخبي على برشة أحداث مهمة صايرة في البلاد بش تغطي زيدا كيما تقول مدم نزيها رجيبة تغطي على إلحاق الجماعات المحلية بداخلية تراجع الحريات احتجاج المجلس الأعلى القضاء على تدخل الرئيسة تغطي على برش حاجات صايرة وتقول اللي خبر البطاقة مش مشي غتي برك لكن بش يزيد منسوبة بيع والتهنيل في صفوف الرعية وهاهم بديوا يرفعوا في الشعارات ارحي قيسون اضرب يا رئيس واحنا معاك كلنا قيس سعيد على العهد باقون واللي عمل يخلص اتساتيرا اتساتيرا من الشعارات الأخرى اذا بطاقة الجلب اثار الجدلويسة حتى انه تفعله مع عدد اطراف مثلا سامير راديلو قال سمعة البلاد وسمعة الحاكم والآن بعد اصدار مذكرة جلب دولية ما الذي شوه سمعة البلاد هل هو ترحيب الدكتور المرزقي بتأجيل القمة الفرنكفونية بسبب تعليق الدستور وغموض الوضع السيسي واعتبر ذلك حدث ايجابي هو موقف سندو فيه توينسا وعرضو فيه توينسا يعني فمشكون يسندو فمشكون ضد يقول اللي هو اعطاه موقف ملقمة الفرنكفونية خطر الوضع مش واضح في البلاد يعني هذاكش يقصد وإلا يقول اللي شوه سمعة البلاد بالحق هو تدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء بإصدار الرئيس جامع الكراسي وسلطات والصلاحية تعليمات متلفزة بتتبع خصمه السياسي بسبب رأي أبداه ويقول معناها برشا خطابات من رئيس الجمهورية هي اللي شوهد سمعة البلاد مش موقف المنصف المرزقي بالشwerة igi المترجم للقناة